عمرك شفتي الاختيارات دي؟ احنا ما بيتشوفش غير الاختيارات دي وحنا بيتشوف عكتان يفتصح حقيقة غير الاختيارات دي في الروح بينا في قصة حقيقة اي ده؟ اللي عيش يا ما يشوف طبعا واللي شوف التجربة لا والله يعني عقول لك ايه؟ بس هي موضوع معاقت موضوع بتاعها في حقيقة بجد ده لما شفتش حتى القصص دي بجد في زمان كنا زمان نقرأ بريد الجمعة وعدة تفرج على الرسائل اللي بعبوتها ما شفتش كده ولا في حياتي حتى انه ام تقول كده طبعا ايه اللي وصل ام انها تقول كده؟ بس هي العملية هي عملية ملخبطة قوي ليه؟ لان احنا لسه بنضرب دي باركة عندها 22 سنة يعني هي صغيورة مش وجوزت 20 سنة هي بتقول ان الفترة اللي قبلها دي كلها اللي فيها كلام يعني احنا بنقول ان الاب والام من الجيل الجديد يعني مش من مش من جيل تلاتينات اربعينات يعني مش خمسينات يعني سبعينات يعني موليد سبعينات حضرتك يعني صغيرين فالصغيرين دول اللي هو بنقول يا ايه يا جماعة الضرب ملوش داعي يا جماعة الرزع فيهم ملوش داعي يعني انت مع التربية الايجابية؟ لا انا مع التربية اللي بالعقل يعني ايه بالعقل؟ يعني ايه بالعقل؟ يعني ايه بالعقل؟ اه لا مش ما هو بصي مش ضربة بس هدايك ما فيش ضربة تربية اللي مش ايجابية يا لك تربية الايجابية اوعى يتبدي ايدك على الطفل ولا تزعيله لان هو كنت يتخد تخد ايداً بهدلنا البيت كلنا ومش حكاية توعى ويتخد بس انا اقصد ايه الضرب المبرح انا ليه خصوصاً للبنت هقولك ليه ليه البنت لان احنا النهاردة بندفع فطورة ان البنت بتتضرب ولا اكثر للبنت دلها ولا اكثر للبنت دلها يطال 24 او لا مش كده انت دلوقتي انت مش بتسمعي قد ايه الستات بتشتكي ان جوازاتها بيدربوها وفيستات بتبعد عن القصة دي وتتسيب الجوازة تقولك خلاص انا مش هانا ما بتتضربش وفيه تفضل عايشة في العذاب دا ليه لانها تعودت تتضرب فبقى عادي انها تتضرب وهو ده اللي احنا وصلنا له وبقى انا يعني اللي هو ازاي يعني ما يضربش والولد يشوف ابوه يضرب مامته يبقى هو لما يجي يتجاوز يضرب مراته وبعدين الولاد بقى انا في الجيل الجديد صعد الواعد المتواعد يضرب بابا ويدرب مامته ما هو خلاص ضربه مباح هو احنا مش بنقول التربية ايجابية ما تضربش عشان بس نفسيته ما تتقذاش انت بتبوز جيل انت مش من نفسيته مش بتتقذى انت بتبوز الدنيا كلها فهي مش موضوع ضرب لكن هو الضرب بس اللي يحل المشكلة مش في كل الاوقات في دي كان ينفع فيها ضرب هو بقى ضربوها حصل ايه معها جوزته من وراه يبقى الضرب يا سالي هانم مش هو اللي ايه بيحل المشكلة انت مش حاسة ان خلانها وخالتها كانوا بيعادوا الام او ممكن يكون يعني انا معرفش بفكر معك بشكل عالي انا معرفش تحيي ولا ممكن يكون الخال اللي بنته اتجوزت من الابن اللي هو ابن اخته يعني كانتقام يعني يعني هخليك تتقهري على بنتك كزي ما انا اتهرت على بنتي فبيعصوها عليها فعشان كده هي شايلة بزيادة انه كل دول علي بصي هي في حاجتين عشان كده انا عندي تضارب في التحليل بتاع الشخصية شوية حاجتين عكس بعض ما بين ان احنا بنقول ان والدتي شخصية اجتماعية زيادة عن اللزوم وليها علاقات زيادة عن اللزوم مع ستات ورجالة ومن ناحية تانية بنقول ان الاب سلبي ومن ناحية تانية بنقول لا هو فيه تفاوت شنيع ما بين مستوانا ومستويه خائز؟ انا سألت في الموضوع ده سألت كمان الطائم بتاعنا هنا في الاعدادة الكروكلو بصراحة الكروكلو بصراحة انا عايزة بس اسأل انا عايزة اعرف هي منين قصة البنت جاية منين لان اه لما احنا بنتكلم عند اهلنا في الارياف اه ممكن يبقى بيتين جنب بعض ويبقى فيه فعلا تفاوت جامد قوي في المستوى الاجتماعي بس في الارياف الست ما عندهاش الحياة الاجتماعية اللي هي بتبقى اجتماعية زيادة عن اللزوم وليها علاقات وكمان مع رجالة وستات فدي عكس القصة بتاعت لو انا في القاهرة لو في القاهرة يا سالي مش هتلاقي في نفس العمارة فيه تفاوت جامد قوي في الماديات ومستوى التعليم مش بيبقى موجود بالمنظر نعم مش مستوى التعليمات ومستوى الاجتماعي لو بمعنى الاكل غير الامكانيات غير لكن مش هيبقى فيه تفاوت الفظيطر حد ما عندهش يعني حاجات اهلية رفاهية حاجات بسيطة مش الحاجات اللي هي لا توقف كده او هي بتقول لانه هو فيه اختلاف فظيع ما بين لانه لو كان جاي يسكن قانون جديد بيدفع مبلغ كبير مش عشان كده بقولك فيه حاجات كده انا مش يعني ايه مش ماشي ماشي يا امني يعني عديها بس امنيها at the end of the day هي عنادية ليه ما هو يعني تفتكري بنت عندها عشرين سنة هتحب الاول اعداد تحب ابتداي واعدادي في السنة وماشاء الله وبعدين بعد الضرب ده كلهم وبعد البهدلة دي كلها قدرت تروح تتجوز من وراء اهلها بتشجيع من الخالق او الخالق لا تمانتي فين ما هم ممكن يشجعوك هي مش عنادية هي اخترت صح انا مش بقول انها اخترت غلط ولا صح انا مش بتكلم على الاختيار صح ولا غلط انا بقى بقى اتكلم على ان زعقتها من دمخها او لما بتحط في دمخها حاجة بتعملها او يا ري هام شافت لما شكتوش منهم اه انا شفت فيك الاحتواء والحنان والطيبة ولا ما شفتهاش في اهلي تعالي بقى في الحتة دي انا شفت فيه ده وبالتالي انا ارتبطت به انا بقولك يا امنيا بوسي ايدك ووش وضهر انه طلع كويس انه طلع بني ادم كويس ده كده هتبقى ليه بقى ليه بقى عشان كده احنا ليه كلنا بنقول احنا مش عايزين حد يتجوز بدون موافقة الاب والام لان بناتنا مش رخاص وما يتعملوش رخاص زي هي طلعوا من بيت ابوها اشتركوا في القناة